بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين حياكم الله مشاهدين الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة أخرى من برنامج الإمامة في نهج البلاغة وأيضا ضيفي في هذه الحلقة الباحث في كتاب نهج البلاغة الأستاذ هاني الرويعي حياكم الله جناب الأستاذ وسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جناب الأستاذ وأيها الأحبة ونحن في هذا الجوار الطاهر للمولى أمير المؤمنين صلى الله عليه نعم جناب الأستاذ في حياة النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين معه حدثت معارك طاحنة في بدايات الدعوة الإسلامية هل ذكر أمير المؤمنين صلى الله عليه حياته الجهادية مع النبي صلى الله عليه وآله في كتاب نهج البلاغة اللهم صلى على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته الإمام صلى الله عليه في نهج البلاغة لما تجي تستعرض الخطب الرسائل الحكم أعني قصار الحكم يذكر الكثير الحياة الجهادية طبعا كما يعلم المشاهد الكريم وتعلمون والكل يعلم الإمام صلى الله عليه حريص على نقطة جوهرية جدا ألا وهي الإنسان المتكلم يكون يطبق ما يقوله تنفيذا للقرآن الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم حريص الإمام صلى الله عليه على هذه النقطة بحيث يقول أيها الناس مثلا في نهج البلاغة استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ واعظ عامل عامل أحسد فالإمام صلى الله عليه لم يأمرنا بشيء إلا وقد اعتمر لم ينهانا عن شيء إلا وقد انتهى بعد لما تشوف الخطب مثلا يقول الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة الوقاية الوثيقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل والكثير في نهج البلاغة وفي مواطن متعددة يذكر الإمام صلى الله عليه الجهاد وهو أبو المجاهدين بأبي وأمه وأنا أسلفت في الحلقة السابقة أن الإمام صلى الله عليه عليه يذكر النبي صلى الله عليه وآله شلون قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه وحر السيوف والأسنة وذكر الإمام مقتل عبيدة بن الحارث العبد المطني نعم في أحد مقتل حمزة صلى الله عليه في مؤتى مقتل جعفة والنقطة الجوهرية أنه لم يستعمل وسائل الضغط والإغراء مع شعبه وقومه كما يفعل معظم الملوك والسلاطين الإمام صلى الله عليه ابن ذلك البيت أبو أبو طالب صلى الله عليه سيد البطحاء ومؤمو قريش جد الإمام عليه عليه السلام عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد الذي كان يقول لنا نفوس لنيل المجد عاشقة ولو تسلت أسلناها على الأسل إذا أرادت تتونس تونسها على الرماح بالموت يقول لا ينزل المجد والنعم لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقليل ذكرت النوم وتبادر في ذهني أولى الحركات الجهادية اللي قدمها أمير المؤمنين صلى الله عليه للنبي صلى الله عليه وآله أن بات في فراشه وهذا هو مشهور ومعروف لدى كل العالم الإسلامي أنه في أيام الهجرة وبدايات الدعوة أن أمير المؤمنين فدى النبي بنفسه وهذا فد مثال حي لأولى بادرات الجهاد أحسنت أستاذ مسلم بوركت الإمام صلى الله عليه وآله كل حياة فداء وعطاء للإسلام وللنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ورحم الله الأديم الكبير عندما يقول فعلى الفراش مبيت ليلك ولعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا فرقت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا مزقت جيب نفاقهم فتركتهم أمما لعارية السيوف غمودا يا أبا الحسد ما أنصفتك عصابة جهلتك إذ جعلت لذاتك في الوجود نديدا إلى أن يذكر واقعة بدر وغدات بدر شوفوا الحياة الجهادية وغدات بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا ما زالت لهن ولودا نعم أحسنت فالتح عتبة ثاويا بيمين من ليمناه أردت شيبة ووليدا وكذلك الإمام صلى الله عليه لما يذكر ذلك المجد وبعدين يقول ولولا ما نهى الله عنه من تسكية المرء نفسه حياة الجهادية ما يسح حلقة وعشر حلقات لا بل وسعت الوجود ولم يسح ألف وجود لا شك ولكن نحن نمر حتى نستقي من هذه العظمة مولانا أمير المؤمن عليه السلام جعفر بن أبي طالب سيدنا جعفر صلى الله عليه عليه من المعلوم والمعروف والمشهور أنه كان سفير الرسول صلى الله عليه وآله إلى ملك الحبشة وحتى أنه عندما عاد إلى المدينة وكانت الأجواء بالفرح والسرور بفتح خيبر فضمه الرسول صلى الله عليه وآله وقبل ما بين عينيه وقال مقولته أسر بقدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر سيدنا جعفر هل ذكر في نهج البلاغة هو وإخوته؟ نعم الإمام صلى الله عليه في كتابه لمعاوية اللي عد السيد الشريف الرضيطية والله ثراه الجامع لنهج البلاغة قدس سره من محاسن الكتب هذا الكتاب خليناه بالملزمة الأولى اللي تدرس فيه الحوزة العلمية المقدسة وفي العتبة العباسية المقدسة وفي بعض الجامعات والمكانات الأخرى الإمام صلى الله عليه يذكر جعفر بطيار صلى الله عليه طبعاً الإمام بأبي وأمي له ثلاثة أخوة هو رابحه يذكر الشارح المعتزل يقول أول واحد طالب إنه علي ابن أبي طالب طالب استشهد في بدر معلومة لطيفة هاي نعم استشهد في بدر استشهد في معركة بدر وكان من المسلمين طبعاً هو يذكر الشارح المعتزل يقول طالب استشهد في بدر نعم نطيب بعد طالب عقيل عليه السلام وحادثته المعروفة لكن للأسف عقيل عليه السلام الإمام صلى الله عليه عليه يكتب العقيل ولا تحسن نبن أبيك الإمام يهم موضوع عقيل عليه السلام طبعاً بلا شك كما يقول الآخرون يحاولون يشوهون حقيقة ليس الانتقاص من عقيل والموضوع معلوم يعني هو المقصود الإمام عليه السلام تذري أنت مثلاً يعني إن باب إياك يعني واسمع إياك أحسن هو الموضوع مهم عقيل عليه السلام موضوع إما الإمام عليه السلام مساساً بأمير المؤمنين نعم ومشتبهين طبعاً يعني وإلا يعني علي بن أبي طالب مولانا الله تعالى متكفّل به هذه المؤمنة إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ خلاص فذكر الإمام صلى الله عليه جعفر الطيار في كتابه كما أستفت لمعاوية قائلاً أَوَلَا تَرَى أَنَّ قَوْمًا قُطِّعَتْ أَيْدِيْهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِكُلٍّ فَاضْلِ فَإِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا كَمَا فُعِلَ بِوَاحِدِهِمْ قِيلَ الطَّيَّارِ فِي الْجَنَّةِ يقصد سيدنا جعفر جعفر عليه السلام وذو الجناحين طبعاً شوي أحب ألفت الأخوة المشاهدين إلى قضية مهمة جداً لعله يكون مقام جعفر الطيار مقام كبير في الجنة وهذا هو المقصود من ذو الجناحين كما مروي أن الله سبحانه وتعالى أعطى لعمنا جعفر جناحين يطيروا بهما مع الملائكة في الجنة حيث يشاء حيث يشاء ولعله يكون مقام جعفر كبير ليس بالضرورة أنه إلا جناحين في الجنة للبعض يقول أنه مقام كبير في الجنة ولكن يضرب بمثال على مقام ومكانة جعفر في الجنة أن أهل الجنة معروف لهم أماكن مخصصة ولكن لجعفر مفتوح الجنان يتجول حيث يشاء أو المعروف يعني الدلالة من الكلام بهذا المضمون والله أعلم وأن أمير المؤمنين أفصح وأبلغ وأدق معناه من هذا المعنى حتى لا يفهم الطرف الثاني أو المشاهد العزيز أنه خلص جعفر أعطي جناحين وهو هذا الفضل لجعفر لا لا جعفر الطيار عليه السلام له مقام كبير قد أفضل من الجناحين التي يطير بهما سيدنا حمزة بن عبد المطلب صلوات الله عليه عم النبي ومن أوائل الناس الذين دخلوا في الإسلام حتى وأن استشهاده ترك نكبة في قلب النبي وحزنا كبيرا هل ورد له ذكر في كتاب نهج البلاغة؟ نعم مولاي حمزة بن عبد المطلب صلوات الله عليه هو كهف المسلمين عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مدافع والمحامل كبير عن الرسالة وعن النبي صلى الله عليه وآله يذكر الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة في كتابه من محاسن الكتب نعم أولا ترى غير مخبر لك ولكن بنعمة الله أحدث أن قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين والأنصار ولكل فاضل فظلهم ما يروح حتى إذا استشهد شهيدنا خصه رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه المعلوم أن صلاة ميت خمس تكبيرات خمس تكبيرات نعم لكم مرة أخرى حياكم الله ومشاهدين الأحبة عودة مرة أخرى مع برنامجكم الإمامة في نهج البلاغة وأيضا أرحب مرة أخرى بضيفي جناب الأستاذ الباحث في كتاب نهج البلاغة الأستاذ هاني الرويعي نعم جناب الأستاذ كل من عاصر مولاي أمير المؤمنين صلى الله عليه صلوات الله شهد له بشجاعة نعم والغزوات والمعارك مع رسول الله تشهد وحتى ما بعد النبي صلى الله عليه وآله والفضل ما شهدت به الأعداء وأعداء هم الذين شهدوا بشجاعته هل أن الإمام صلى الله عليه تكلم عن شجاعته في نهج البلاغة؟ الإمام صلى الله عليه عند قولين في نهج البلاغة لم يجرع على قولهما أحد في كتابه لابن حنيف الأنصاري نعم الذي يقول بأبي وأمي والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنه عجيب وهناك قول أعجب إني والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض كلها طلاع الأرض؟ نعم شارح المعتزل يقول ملء الأرض ما بليت ولا استوحد يعني كأنما الكرة الأرضية أو أناس الأرض بجهة وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه في جهة يقول شي يقول ما وليتوا ما وليتوا عنها شوف خلق لا لك الناس؟ نعم نعم بلي يقول إني والله لو لقيتهم واحداً بعد أدب آية الله المجاهد صاحب ألوية العلم والجهاد والأدب سيد محمد سعيد الحبوب عينية عبد الباقي العمري يقول له حكمت في الكفر سيفاً لو هويت به يوماً على كتد الأفلاك لن خلع الله محدب يتراء في مقعره موج يكاد على الآفاق أن يقع التشابك نعم أسألت من غمده ناراً مروقة تجرع الكفر من راوقها جرعا حكى الحمام حماماً من حسامك في لسان نار على هاماتهم سجعا بذي فقارك عنا أي فاقرة قصمتها ودفعت السوء فاندفع وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لا انقلعك الله نعم أحسنتم جناب الأستاذ أحسنتم الله المعروف أنه الإمامة تأتي ما بعد النبوة بالتتابع في عقيدتنا أو في أصول ديننا الخمسة نعم هل هناك امتداد وتوارد في هذا المضمون كما موجود في أصول الدين هل التوارد والامتداد موجود في كتاب نهج البلاغة؟ نعم أستاذ مسلم الامتداد ما للإمامة موجود في نهج البلاغة وفي كثير من المواطن مثلا الإمام بأبي وأمه يقول فوالله إني لأولى الناس بالناس نعم ولاية كما قال النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين وكما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله أنه الولي هو علي بن أبي طالب كذلك توجد كلمات في نهج البلاغة قالها الإمام صلى الله عليه وآله اتبين لك هي امتداد للمشروع الرسالي ما للنبي صلى الله عليه وآله شلوان؟ أضرب لك مثل نعم مثلا يقول أيها الناس إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم وأديت إليكم ما عدت الأوصياء إلى من بعدهم وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟ ففي كثير من المواطن في نهج البلاغة الإمام صلى الله عليه يبين امتداد الإمام للنبوة يعني مو موطن وموطن يعني أنت لما تقرأ الإمام صلى الله عليه يقول بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى اشتفهم بنا؟ نعم منهم؟ قالوا البيت صلى الله عليه وسلم هذا الامتداد من النبي ونازلا الإمام أيضا يقول في نهج البلاغة انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم السمت بمعنى الصفات فالزموا صفاتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردا فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتظلوا ولا تتغخروا عنهم فتهلقوا نفهم من هذا الإجمال أنه هذا ذكر مو فقط لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هو ذكر للامتداد الطاهر وهذا الذكر للأئمة بامتدادهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا من أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وانتهاءا بمولانا القائم عجل الله فرجه الشريف وفي هذا المضمون كما بيّنتم هو ذكر للأئمة نعم أستاذنا العزيز أشهرت ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وأعلنت أمام الملأ وذلك في اليوم المعروف في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لما النبي صلى الله عليه وآله غير مسار طريق الرجوع إلى البلد وإلى الوطن واتجه نحو منطقة غديرهم وأمرهم بأنه يبنون لمنبر ثم صعد على المنبر وخاطب المسلمين وبما فيهم الأصحاب حتى أنه كان واضع مثل المكبرين حتى يوجهون الصوت لباقي المسلمين لكثرة العدد فخاطبهم ألست أولى بكم من أنفسكم فقالوا بلى يا رسول الله ثم نادى علياً سلام الله عليه حتى اقترب من عنده ورفع يد أمير المؤمنين حتى بان بياض ابطيه يعني بأعلى قدر من الإمكان رفع يده إلى السماء ثم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي موالاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وبهاي الصورة الجميلة نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هل أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار في نهج البلاغة عن نفسه بهذه الولاية؟ نعم الإمام صلوات الله عليه أشار لنفسه لنفسه بأنه أولى الناس بالناس قائلا خلق لا لك الناس نعم فوالله وهو الصادق المصدق والصديق الأكبر الصديق الأكبر نعم فوالله إني لأولى الناس بالناس بالتالي أنا عندي ولاية على الناس مطلقة فوالله إني لأولى الناس بالناس لكن الناس للأسف يبغضون الموهوب يكرهون المتميز هذا اللي حدث مع الإمام صلوات الله عليه فالشجرة المثمرة ترمى بالحجارة نعم الإمام صلوات الله عليه لم يريد لهذه الأمة وللناس أجمع سوى الخير أرجوك أنت لما تقرأ في نهج البلاغات صفح كل نهج البلاغات نعم إمام صلوات الله عليه يقول في موطن من المواطن والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم عجيب أهو أحقر أهون من عراق خنزير أربع عراء بعراق الخنزير يعني فدراء حنتنا وهو كما يقول البعض جوف الخنزير من السرة معترضة من البطن هذا يطلع وشايلة واحد إيده بها جذام هذه خلافتكم وأمرتكم أي في نظر دقيق الوصف مولاي أمير المؤمنين بهذا الشكل المنظر الغير مقبول نعم أحسنته مستاذ فالإمام صلوات الله عليه يريد يقيم حق يدفع باطل لكن الرجال لا مثل ما يقول ابو ناس قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد هو الأملاك والأمم والأمم مثل ما تفضلت أستاذ مسلم أشهرت القضية ماكوا اثنين يختلفون على يوم الغدير قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم حتى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذوبان والرخم وصيرت بينهم شورى كأنهم لا يعرفون ولا تلحق أيهم تالله ما جهل الأقوام موضعها لكنهم ستروا وجه الذي يعلموا الإمام صلى الله عليه في نهج البلاغة يقول وَطَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَا أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءِ ذول الناس الآلاف المؤلفة اللي باعت الإمام تركوه إلا القلة القليلة يقول جعلت أجيل رأيي وَطَفِقْتُ أَرْتَئِي جَلَستُ أَتَفَكَّر بَيْنَا أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءِ يَد مَقْطُوعَة يعني جذاكنا يعني عدم وجود الناصر أو أصبر على طخية عمياء إلى أن يقول بأبي وأمي فرأيت أن الصبر على هاته أحجى أعقل ألزم فصبرت لذلك صبر سلام الله عليه على ما جرى عليه واقتصاب حقه ومن الظلم الكبير الذي وقع عليه أحسنتم كثيرا جناب الأستاذ ضيفي في هذا البرنامج الباحث في كتاب نهج البلاغة الأستاذ هاني الرواعي نعم أيها الأحبة المشاهدون وصلى وإياكم إلى ختام هذه الحلقة نلتقيكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة